نقاش ينضم إلينا من رام الله سيد محمد راغما الكاتب والباحث السياسي والخبير في شؤون الإسرائيلية مرحبا بك على شاشتنا سيد راغما أبدأ معك من الجدل الدائر حول زيارة بني جانس للولايات المتحدة الأمريكية وقراءة عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه استقبال جانس وذهابه إلى البيت الأبيض يعني دعم البيت الأبيض لمعارضة نتنياهو وحربه هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني بكل تأكيد دعوة بني جانس الوزير في الكابنت الحربي الإسرائيلي إلى واشنطن ربما يمكن اعتبارها أكثر هي محاولة ضغط أمريكية على بن يمين نتنياهو بأنه عليه أن يكون بتغيير مواقفه بما ينسجم مع مواقف الإدارة الأمريكية خاصة أن بني جانس معروف بتوافق مواقفه مع مواقف الإدارة الأمريكية هل ستفلح هذه المحاولة من الضغط الأمريكي؟ باعتقادي لن تفلح كثيرا لسبب رئيسي واحد أنه لا أحد يستطيع هز كيان حكومة بن يمين نتنياهو في هذه المرحلة بمعنى أن بني جانس لا يشكل تهديد فوري على بن يمين نتنياهو في منصبه الحكومي لسبب رئيسي أن حكومة بن يمين نتنياهو صاحبة الإتلاف الحكومي بـ 64 مقعدا تحالف قوي جدا فبالتالي هذا زيارة جانس لن تؤثر كثيرا ولا تهدد منصب بن يمين نتنياهو كرئيس للوزراء حتى أن بني جانس نفسه خلال زيارته للولايات المتحدة عندما قالت له نائبة الرئيس الأمريكي أن عليكم أن تحضروا خطة تضمن سلامة المدنيين في حال تم تنفيذ عملية برية في رفح قال كل هذا الكلام لرئيس الحكومة بمعنى أنه لن تكون ذات أثر كبير على السياسة الداخلية الإسرائيلية باعتقاد هذه الزيارة وإنما هي محاولة للضغط على بن يمين نتنياهو ولكن كما نعلم في دولة الاحتلال الإسرائيلي الأمور خاضعة للعملية الانتخابية واللعبة الانتخابية فبالتالي بن يمين نتنياهو واثق جدا من أن مع أنه احتج جدا ورفض زيارة جانس لواشنطن إلا أنه واثق بأن هذه لن تشكل عليه خطر فوري على الأقل طب هل قد تشكل خطرا على جانس انتخابيا وسياسيا قد يدفع ثمنا لهذه الزيارة التي يراها البعض يعني أحدثت اختراقا في الوحدة الإسرائيلية نعم بالضبط يعني أنا كنت من الناس الذين كتبوا بأن بني جانس لربما سيدفع ثمن هذه الزيارة في شعبيته يعني المرتفعة حاليا وهي 39 لاربعين مقعدة استطلاعات الرأي العام وباعتقادي أنه قد يدفع ثمن هذه الزيارة كونه خرج عن بين كوسينا الإجماع الإسرائيلي في ظل الحرب وهذا يمكن يعني التعرف عليه في أول استطلاع للرأي العام الإسرائيلي القادم خاصة أنه قوة بني جانس في استطلاعات الرأي الإسرائيلية يمكن وصفها بالقوة الهشة بمعنى أنه دخول أي متغير على الساحة الحزبية الإسرائيلية الحالية يكون على حساب بني جانس يعني في الاستطلاع الأخير الذي كان للقناة الثالثة عشرة حصل بني جانس على تسعة وثلاثين مقعد وحصل بن يمين نتنياو وحزب الليقود على سبعة عشر مقعد ولكن عندما طرح الاستطلاع رأي فيما إذا قام وزير الحرب الإسرائيلي وهو من الليقود يؤف قلن بتشكيل حزب سياسي جديد تبين أنه سيحصل على تسعة مقاعد والتسعة مقاعد هذه ستكون على حساب بني جانس بمعنى تفوق بني جانس باستطلاعات الرأي العام الإسرائيلية حتى الآن هو يمكن اعتباره بكل ثقة هو تقدم هش وعندما تقترب الانتخابات في العادي معطيات هذه الاستطلاعات تتغير فبالتالي ليس مستبعدا أن يدفع بني جانس ثمن هذه الزيارة من شعبيته المتزايدة في المجتمع الإسرائيلي طيب إذا كان تبقا لتحليل حضرتك هذه الزيارة لن تؤثر على بين يمين نتنياهو سياسيا وانتخابيا ولا حتى لن تمارس عليه الضغط في هذه الحرب هل ممكن تصفر أو متوقع أصلا أن تصفر عن أي شيء فيما يتعلق بالملفات التي قيل أن تم التباحث بشأنها ما يتعلق بإدخال المساعدات ما يتعلق بوقف إطلاق النار وما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين أو حتى بتقليل تهديد حماس هل يمكن هل لي جانس ما يقدمه أصلا للمضي قدما في هذه الملفات بني جانس موقفه في هذه الملفات مختلف عن بن يمين نتنياهو منذ البداية هو مع التوصل لصفق التبادل الأسرة مع حركة حماس حتى لو كان الثمن مرتفعا وهو مع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بمعنى آخر مواقف بني جانس في هذه الجزئية كما ذكرنا في بداية حديثنا متطابقة إلى درجة كبيرة مع بن يمين نتنياهو مع عفوا مع الإدارة الأمريكية في هذه الجزئية ولكن كل القضايا التي تحدثت بها بن يمين نتنياهو غير معني بها هو غير معني بصفق التبادل الأسرة لهذا قام بإلحاق ثلاثة شروط بعد أن تم شبه توافق على مقترح قمة باريس الثانية بأنه يريد قائمة بأسماء الأسرة الإسرائيليين الأحياء يريد قائمة بأسماء الأسرة الذي تريد حركة حماس أن تفرج عنهم دولة الاحتلال الإسرائيلي فبالتالي قام هذا لنقل بتخريب جولة المفاوضات الجارية بالكاهرة في هذا الاتجاه ونتنياهو غير معني بها حتى أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بن يمين نتنياهو يريد استغلالها أيضا كوسيل الضغط على المقاومة في قطاع غزة ومع عمليات منع دخول الشاحنات على معبر كرم أبو سالم إلا هي لعبة سياسية متفق عليها وإلا لو أراد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع هؤلاء المتظاهرين وأدخل المساعدات فبالتالي بني جانت لن يؤثر على هذه القضايا لأنه موقفه يتوافق مع الإدارة الأمريكية فيها فبالتالي المطلوب هو ممارسة ضغط أمريكي حقيقي على بنيمين نتنياهو حتى الآن الإدارة الأمريكية لو كانت جادة لا أوقفت تسليح نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة لربما أوقفت هذا العدوان ولربما سمحت بإدخال المساعدات ولكن لنقل الضغطات الأمريكية على بنيمين نتنياهو وعلى حكومته ناعمة جدا وانتصل لمرحلة تجبر بنيمين نتنياهو ولكن حقيقة كلنا نعلم لو أرادت الإدارة الأمريكية وقف الحرب لو قفتها خلال 24 ساعة ولكن قالوها مستشارين الرئيس الأمريكي جو بايدن قالوا بأننا نحن وإسرائيل نمتلك ذات الهدف وهو القضاء على حركة حماس فبالتالي هذه الحرب ماضية بشراكة أمريكية وما نسمعه من مواقف أمريكية تجاه سكان قطاع غزة هي لربما لعبة انتخابية أمريكية داخلية أكثر منها حقيقية ولو أرادت الولايات المتحدة لفعلت ما شاءت في هذا الجانب